بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الفكرية للصف الثاني تأهيلي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس مقاسات الملابس أحبايا الطلاب والطالبات هيا نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية قياس الملابس ثانيا أن يتعرف الطالب والطالبة على المقاسات المناسبة لهما ثالثا أن يعدد الطالب والطالبة أنواع مقاسات الملابس رابعا أن يرتب الطالب والطالبة أنواع مقاسات الملابس من الأكبر إلى الأصغر أحباي الطلاب والطالبات إذن في هذا الدرس سوف نتعرف على مقاسات الملابس إذن وسوف نتعرف أيضا على أنواع الملابس إذن هناك أنواع للملابس الملابس الصيفية والملابس الشتوية أحباي الطلاب والطالبات الملابس أو الألبسة هي ما تحمي الجسد البشري من التقصي والبيئة إذن أحباي الطلاب والطالبات يجب أن نقوم باختيار الملابس المناسبة في المكان والزمان المناسب إذن أحباي الطلاب والطالبات إذا كان الطقس شتوي نقوم بلبس الملابس الشتوية الثقيلة وإذا كان الطقس صيفي نقوم بلبس الملابس الخفيفة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات لكل مرحلة عمرية ملابس تناسبهما إذن لكل مرحلة عمرية ملابس إذن أحبائي الطلاب والطالبات الطفولة مرحلة الطفولة إذن هنا مرحلة الطفولة تكون الألوان زاهية قطع متعددة موديلات متنوعة وفي المراهقة تكون الألوان قوية موديلات وقصات قطع متعددة فوق بعضها وفي مرحلة الرشد تكون الملابس بألوان هادئة وأيضا قطع بسيطة وموديلات عملية أما كبار السن فتكون داكنة اللون مريحة وبسيطة في اللبس سهلة الاستخدام إذن أحبايا الطلاب والطالبات لكل مرحلة هنا إذن لكل مرحلة عمرية ملابس تناسب هذه المرحلة فإذن أحبايا الطلاب والطالبات شاهدنا قبل قليل هذه المراحل العمرية أحبايا الطلاب والطالبات مقاسات الملابس إذن سوف نقوم بالتعرف على مقاسات الملابس إذن القصير أو الصغير ثم الكبير إذن هيا يا أبطال نتعرف على مقاسات هذه الملابس إذن لدينا هنا صغير جدا إذن صغير جدا ويعني إكس إكس سمول إذن باللغة الإنجليزية يكون إكس سمول ويرمز له بالإكس والإس وهناك مقاس صغير وينطق باللغة الإنجليزية سمول ويرمز له بالرمز إس متوسط وينطق باللغة الإنجليزية ميديم ويرمز له بحرف الأم وأما كبير ينطق باللغة الإنجليزية بلارج ويرمز له بحرف الال كبير جدا يكون إكس لارج وأيضا يرمز له بإكس لارج إذا نحب أي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة هذه المقاسات على هذه الملابس لدينا هنا صغير جداً إكس إكس سمول إكس إكس سمول أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن حباي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا إذن هيا نشاهد هنا أنواع مقاسات هذه الملابس إذن لدينا هنا إكس سمول إذن هنا إكس سمول صغير جداً سمول صغير ويرمز له بحرف الإس وهنا متوسط إذن مديم ويرمز له بحرف الإم وهنا كبير ويرمز له بحرف الإل لارج وهنا كبير جداً إكس لارج ويرمز له بإكس لارج إكس إل أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نصل هيا نصل الرمز بما يناسبه من قياسات إذن تعرفنا سابقاً يا أحباي الطلاب والطالبات إذن تعرفنا على القياسات إذن هيا نشاهد هنا يا أبطال لدينا هنا في العمود الأول رموز المقاسات سمول إكس سمول لارج ميديم ولدينا هنا كبير كبير جداً إذن لدينا في العمود الثاني كبير كبير جداً متوسط صغير جداً وأيضاً صغير هيا يا أبطال نصل الرمز المناسب بالحجم المناسب إذن هنا لدينا لارج أين هو الحجم المناسب؟ أحسنتم كبير لارج تعني كبير وهنا إكس إكس سمول أحسنتم تعني صغير جداً وهنا ميديم أحسنتم تعني متوسط وهنا إكس لارج ماذا تعني يا أبطال أحسنتم كبير جداً وهنا سمول أحسنتم تعني صغير إذن أحبايا الطلاب والطالبات ها هي الرمز وما يناسبه من قياسات إذن أحبايا الطلاب والطالبات في هذا النشاط الإثرائي صل القطعة بالمقاس المماثل لها إذن أحبايا الطلاب والطالبات هنا نشاهد موجود على هذا القميص يوجد هنا رمز ما هو الرمز يا أبطال؟ أحسنتم ميديم وتعني متوسط إذن أين هو الرمز المناسب لهذا الرمز؟ ها هو ميديم إذن تعني متوسط إذن هذا القياس هو القياس متوسط أحسنتم يا أحبايا الطلاب والطالبات أشكركم يا أحبايا الطلاب والطالبات على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسين آخر